تخليداً لذكراه العطرة سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراء في مدينة حمد كما شاهد الافتتاح حضور الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية وسعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على حرص جلالته لتوفير دور العبادة للمواطنين والمقيمين في المملكة وهو ما يعكس رؤية جلالته أياده الله في رعاية شعب البحرين والمقيمين لجميع الأديان والمذاهب والطوائف وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مسجد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة يأتي في إطار التوجيهات الملكية والحرص والاهتمام بإعمار بيوت الله لتؤدي رسالتها النبيلة في نشر قيم وتعاليم الإسلام وتعزيز اللحمة الوطنية والترابط المجتمعي وأوضح سموه أن دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يؤكد حرص سموه الدائم على مواصلة إعمار بيوت الله وانتشارها بشكل واسع في المملكة ليتناسب مع احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة للمصلين وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لكل من ساهم فيه ودعم وإنجاز المشروع هذا ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الستار عن لوحة افتتاح المسجد وقام سموه بجولة في مرافق مسجد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه ويحاكي تصميم المسجد فن العمارة الإسلامية من حيث الزخارف والمآذن المرتفعة ليكون معلما من معالم مدينة حمد والمملكة ويحتوي المسجد الذي يضم مصلى للرجال والنساء على العديد من المرافق منها دار القرآن ومراكز ثقافية للندوات وغيرها كما أن المسجد تم تزويده بأحدث التقنيات الصوتية والمستلزمات اللازمة والذي سيوفر لسكان المنطقة والمواطنين والمقيمين بأداء الشريعة الإسلامية في كافة فصولها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة